السلام عليكم و أهلاً فيكم في فيديو جديد 550 دولار السماعة غالية قبل تكذب عليكم أنتوا ما بيقول الكلمة لأن الشخص اللي يقول ذا الكلام ما راح أقول إنه أهله مربوه و كنت عبوه عليه أهله لكن هو من نفسه كذا يعني خلاص هو كذا المهم أهل السماعة غالية ما نقن حكم عليها ليش؟ لأن الميزات اللي موجودة في الموقع ما فيه شركة ثانية تعطين نفس الميزات بعض الميزات اللي موجودة كتغنية أكثر من بعض السماعات اللي موجودة في السوق اللي انت باعها ب 3000-400 دولار بس ما حد دم ذيك السماعة لأنه مش موجهة لحق الاستخدام الطبيعي فأنت تجي تدم في شركة أبل والسماعة هذي بس علشان أنها أبل فيه سماعة ثانية تقدر تحضمهم فيه شركات نزلوا حين بسماعات بـ 330 يورو طيب وش اللي فيها؟ فيها عزل صوتي وبعد؟ بس طيب راح أدمها ولا ليش لأنها هواوي خلاص منتحبها يعني فيه جوالات انزلت تنطوي بـ 2000 دولار بـ 1900 دولار بأكثر من 2000 برضو دولار هل راح دميتها؟ أنا أقدر أدمها لك يقول لك جوالي ينطوي بـ 2000 دولار ليش أشتري؟ بيجي تقول لي هذا الجهاز أفضل من جوالك لا أبا أقول لك نفس جوالي أنا أستخدم استحدام طبيعي نفس الحركة بتقول لي لا أشتري آيباد برو بـ 700 دولار بـ 800 دولار وستل يبقى لي فلوس بـ أخباي وأقو من جوالي ينطوي حقك كخراج كألعاب وكل شي لا أبي أحد دخلهم في جهاز واحد يكون قيمة أعلى ولفتحت الجهاز لتستخدم ضفرك انتبهي نشمخ ما راح أخيش لك ذلك الجهاز فيه أجهزة مصنوعة مش موجهة حق الكل إذا أنت ما تقدر تشتري سماعة بـ 550 دولار مش موجهة لك سماعة يعني تخيل واحد عند Accent يجي يدم بـ BMW ويدم بنتلي ولا يدم مرسيدس انت سيارتك تشتغل ما فيها شي تدم الشركة لا تدخل نفسك حتى الفانس لحق الشركة ولا أشخاص اللي يشترونها ترى تسقر مخك انت يعني لجي تدم حين مثلا الـ AirBots Studio أنا أعرف أنك أنت جاهل في الميزات اللي موجودة فيها أنت ما تعرف الميزات اللي موجودة فيها وإذا أنت تعرف الميزات اللي موجودة فيها هل موجهة لك؟ لا لو موجهة لك بتشوف سعرها ممتاز راح تغرنها بشركات ثانية موجودة 3000 دولار 2000 دولار موجودة اكتف في جوجل وابحث عن الشركات دي ابحث عن شركة ستين ستين مسوي السماعة حقتها ابحث عن شركة موجود فيها الـ Special Audi ابحث عن شركة موجود فيها الـ Dolby Atomos في نفس السماعة ابحث عن شركة موجود فيها العازل الصوت ومانع الضوضاء والصوت المحيطي في السماعة دي كلها بس بالحالة ابحث لي وشوف كم سعرها لا تسقر مخك وتبين أنك أنت جاهل في التغنية لا تبين أنك أنت ما بأذم كثير يعني توقعنا كلمة جاهل لا تفهمها أنك أنت بزر أو صغير لا جاهل في التغنية قلت لك يا جاهل في التغنية لا التأب نفسك بخش تسوي دسكلايك تسوي دسكلايك عادي لكن لا تنقاهر كثير إذا أنت ما عندك القيمة لحق السماعة قبل افتحت لك فيه سماعة بـ 120 دولار فيه بـ 200 وشوى دولار أبرو فيه العزل الصوت والأشياء ذي ما تبي ذي الكبير لا تشتريها فهمها مش موجهة لك السماعة سعرها فيها بقوة الآن لو بتشتريها يعني أنتوا تحاول تشتريها ترى ما راح تقدر تشتريها لابعد هذه الشهور خصل لون الأزرق ثلاثة الشهور خلصت الآن من ظهر أنه خلصت فيه شركات ثانية ممكن أنت تحبهم يسوون نسخ ولصق يعني يشوون الشيء اللي عند أبل يقول لشي سوونا حتى الاسم يخذونا AirBots Studio نسوي AirBots Studio أوه أبل صوتها حين AirBots Max مش نسوي حين نغير اسمها لا نكمل كده ونشوف بعدين خلاص ارتقي شوي للأسف صارت أشياء أحس أن لازم أكمل ده الفيديو يجيني شخص يقول لي أنت مش محايد أنا إنسان كيف تكون محايد إذا الشي مش عاجبني راح أقول لك مش عاجبني إذا الشي عاجبني راح أقول لك أنه عاجبني حتى لو من أبل لكن في أشياء كثيرة تعجبني من أبل هذا الشي اللي حببني لأبل يعني مثلا السليف كيس لحق أبل مش عاجبني ما صوت لأروفية ورد اللعتها مش عاجبني أشياء ما تعجبني من أبل وقل لك أنه مش عاجبتني لكن أكثر الأشياء عاجبتني من أبل وهذا اللي خليني يشتريها عجل حق AirBots Max الآن أقول للشي كده وقل الميزات حقتها وقل نسعرها فيها بالميزات يجي شخص يقول لي لا ليش تقول أنه سعرها فيها وليش تقول هذا عيب أو كلمة بالنسبة لي مش عادلة أني قلت إذا القطعة هذه غالية بالنسبة لك فهي مش موجهة لك ليش تقول زي كده إيه ليش ليش منقول كده شي طبيعي ليش مسغرين نفسنا لهذه الدرجة يعني الماك برو بـ 40.000 بـ 50.000 دولار مش موجه لي في وركستيشن حتى عند ويندوز بـ 30.000 بـ 40.000 بـ 100.000 دولار أنا محتاج ذلك لكن مثلا في لابتوب أنا شري بـ 40.000 دولار أنا بالنسبة لي موجه لي سعره فيه أنت بالنسبة لك مش سعره فيه مش موجه لك الـ AirBots الكبيرة ليش سعرها غالي لات غال ان الـ AirBots ماكس الكبيرة بـ 100.000 أو 150.000 دولار شو اللي فيها 150.000 دولار أو 100.000 دولار سماعة فيها نوز كونسليشن شقل البلوتوث اشبوك وخلاص إذا تبي هذا التوجه اللي لك روح حق هذا الشي موجود في السوق أبل ما نزلت السماعة بس حق نوز كونسليشن نزلت السماعة نوز كونسليشن الصوت المحيطي نزلت أشياء مش موجودة في سماعة بـ 400.000 دولار 350.000 يعني السوني 350.000 دولار بوز بوز أنا تعجبني وستعره فيه كذا مرة في الغناع عندي إلى درجة إلى الآن من أفضل السماعة عندي البوز أستخدمها ممتازة شريتها بـ 350.000 دولار أبل حطت لك هذا قماش هذا جلد يعرق الأذن حطت لك قماش يمر الهوى وفيه نويز كونسليشن قماش يمر فيه هوا يعني يمر فيه صوت وفيه نويز كونسليشن هذه اختراع ذا أنت تفكر فيها كيف سوت الشركة هذه بفلوس دي وأنك تقدر مثلا تشيلها وتحط لك ألوان بكيفك هذه بفلوس الشركات الثانية ما سوتها هنا حلو ألمنيوم بلاستيك هنا انت بي بلاستيك روحك بلاستيك لا تدم الشيء بالألمنيوم لا تدم السماعة الثانية اللي بستايني ستيل تقول لنا غالية ليس لك ماتيريا للصناعة يعني عتاد القطعة هذه حطوا ألمنيوم صارت بخمسمائة دولار ليش غالية هي ألمنيوم غالية يعني مثلا تجيب لك سماعة ثانية مثلا بجيلك شركات تتخذ سماعة أبل ألمنيوم أو ستايني ستيل اللي حين موجودة يعني الجزء اللي فوق ستايني ستيل لكن جيك شركات تأخذ السماعة نفسه ما تقبل تخليها من الذهب مثلا وتبيعها لك بل فين دولار ولو بل في خمسين دولار تروح تدمها الصناعة حقتها تختلفت فتجيب لي سماعة هنا ألمنيوم وخفيف مرة وهنا بلاستيك تبيعها لك بل في ثلاثمية وخمسين دولار على وقتها تغارنها بسماعة بستايني ستيل كاملة الآن فوق وهنا ألمنيوم وهنا قماش وفيها نويس كونسوليشن وفيها مانع الزعاج هذا والصوت المحيطي الترانسبيرنت مود اللي حطين فيه تغارنها بالكونكتيفتي مع الآيفون كيف ومع الآيكلاود كيف تخش معاك والأشياء اللي تنشال تغارنها بسماعة اللي موجودة الآن فيها تسع مايكات وثلاث لحق الصوت في المكالمات السماعة الثانين مايكين الـ H1 اللي موجودة في الـ AirBuds Pro لا في هالجريدة هذي فيها معالج هنا وفي معالج هنا الـ H1 هنا و H1 هنا بفلوس زيادة سعر الأشياء والمواصفات اللي موجودة فيها يعني أتوقع قلتكم مواصفات بس إذا أنت جيت وقلت لي غالية وعلى المواصفات اللي قلتك إياها أعرف أنك أنت جاهل في المواصفات أنت ما تعرف المواصفات اللي قلتك إياها فأنت كبداية أتكلم مع واحد وخلص أموري غالية وغالية وما أدرشين ولماذا قبل تفعله كذا وفي نهاية يستخدم أندرويد أنت تحلي أنت من نفسك لا تقولي يعني أنت تقول الجهاز الأندرويد رخيصة كذا أنت تسترخص في الأندرويد لا أنت تحلي عندك أنت من نفسك يا أنت شخص رايح حق الأندرويد لأنه أرخيص فيها جهاز رخيص أرخيص من لايفون أوكي فيه جهاز أندرويد حتى بـ 50 دولار ومن الظهر أن أبل غالية موش قد تشتريها قبل مش موجهة لك أنا بالنسبة لي فيه شركات كبيرة مش موجهة لي وفيه شركات عادي أنا الطاولة دي بـ 200 دولار شريها فيها كهرب ترتفع وتنزل وقزاز وأشياء أنا شريها دي بفلوسي ليش أنا أحتاج ذي الشي هل ما أقدر أشتري طاولة خشب أقدر أشتري طاولة خشب عادي هل أني جمعت علشان أشتريها هل غيري ما يقدر يشتري كل الناس يقدرون يشتريها على حسب المستوى حقها وحتى لو أن المستوى حقها نازل يقدر يجمع واشتريها عادي أنا جمعت وشريتها حتى لو مستوي نازل عادي أنا الشاشة هذي شريتها 5K من LG بلاستيك 5K هذي الله مني مصح المواصلة الداخلية عجبتني ما ليشغل في البلاستيك مش بلاستيك شريتها بـ 1200 دولار هل موجهة لي ولا مش موجهة لي بكيفي في أرخص منها بـ 300 دولار بـ 400 دولار أنا شريتها بدل القيمة هل راح أدم سائل جي راح أقول له ليش راح أضع القيمة بكيفي فلوسي وشريها ما أدم حتى الأشخاص ثانيين إن شرينا الشخص شاف المواصفات مواصفات أنت متعرف المواصفات اللي فيها أنا شريتها عشان المواصفات اللي فيها لا نسقر عقل لنا الدرجة يعني أجل أجل أقول حق شخص جيبني المواصفات لحق نفس السماعة أبل وفيها نفس الميزات دي كلها تجيب لي سماعة 350 دولار بلاستيك فيها نورس كونسوليشن بس بواير وين الميزات اللي في سماعة أبل اللي تكلمت عنها وين المايكات اللي موجودة فيها وين الأشياء اللي الداخل 3 مايكات بره 7 مايكات 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 في المكالمات تشتغل 3 مايكات عندك أفضل من السماعة بوز كيو 700 700 تقريبا 7000 سويت لها ريفيو قبل سنة أو قبل سنتين تقريبا في القناة 350 دولار إلى الآن فيها مايكين أبل فيها 3 مايكات هذهك تشبك على جهاز واحد أبل تقدر تشبك على جهازين في نفس الوقت أبل فيها معالجين أنت ما تفهم الأشياء مش لك السماعة فهمها كذا ليش تنقهر إذا شخص مثلا شفت يسوق مرسيلس ولا بنتلي ولا بم دابالي ولا بوغاتي وتقول السيارة ليش الشخص يشوف هذا السوق ليش أنت تسقر مخك وتنزل هالدرجة أبل نزلت السماعة بالميزات هذه بستاين ستيل بالميزات التي تكلمتكم عنها وقلتها يعني يكفي الكراون اللي حطين هابل الهابتك انجين اللي فيه موجود والضغط حقها الشركة ثانية ما صوتها بالنسب لك شي طبيعي أبنا بالنسبة لي شي واو شركة ثانية راح تروح لها وتشوف أنت بعدين اللي تحبها بتقول واو عندها كيف الهابتك انجين كيف فيها تزف في اللف وكل شي كيف الرد وفي سيري والأشياء أنا بالنسبة لي ميزة أنا بالنسبة لي دافع فلوس لأي شي أنا دافع فلوس أقدري أن بعد شهرين ثلاثي شهور يمكن تنزل ميزة قبل جديدة مثلا مثلا Airbonds Pro أول ما شاريتها في News Consolation وفيها Transparent Mode اللي هو لحق الصوت المحيطي وفيها إيقاف وفيها ضغطين جهتين شاريتها بلاقيما ومشتنس فيها وفي العزو الحلو ومتازة وكيف التناقل مع الجهاز بعدها بأقل من سنة تسمع الصوت المحيط ممكن لا تدري عن تشينت السماعة اللي قلت لي عنها مثلا واحد جالي 150 دولار سماعة ما فيها ذا الميزة السماعة الثانية Bose 350 دولار سوني 400 أو 250 دولار ما فيها ذا الميزة Special Odee ما فيها أو أنت عاجبت لديك الشركة لأنها ب 250 دولار أنا عاجبت لدي الشركة بالميزات اللي فيها بالمصاوات اللي فيها اللي مش موجودة في الشركات الثانية شركات إلى الآن يبعونك ب 200 وأكثر ب 200 دولار سماعة بلاستيك أنا عندي سماعة أسألكم أخراج هنا فيها طول وقت عاجبتني ليش هذا أول شيء سماعة شريها لي من قبل أكثر من سنة هناك ماش أنا شريها أنا عندي هذه الجلد ليش إلا عاجبتني قبل ليش إلا شوف قبل اللي تسوي صح أنا لي فوق الخمس سنوات أو ست سنوات قبل ما بنتي تيجي على الدنيا الله يخليها لي حالي الناس يدعون والله بعض الناس راح يدعون دعوتك ترجع لك أدعي من اليوم لبكرة تدعي علي دعوتك ترجع لك أنا ترى مش من النوع اللي أخاف من الدعاوي أنا عارف وين أروح وأنا عارف اللي في قلبي والله يعرف اللي في قلبي ما ليش أغل فيك تدعي من اليوم لبكرة دعوتك ترجع عليك وأنا فرحان ومستأنس مش ريت تجل تعرضو كل شيء خدتلي هذه لحق الصوت هنا قماش والله شوفها قماش ليش فرحان إن قبل حطت قماش جديد هذا ميزة وميزات أنا أتمنىها تنزل وما تكلمت ولا مرة في التسريبات اللي عندنا قبل أبي قماش قبل نزلت لنا قماش أنا عندي ذي أشخاص اللي مضايفيني في سناب شات يدروني أن يستخدمها كثير وحيرا أتوقع لسويت لها ريفيو من زمان أستخدمها لها الإخراج وكل شيء كابل وقماش يعني هل ما راح أغيرها بسماعة أبل شريها ب150 دولار أو 200 دولار تقريبا بسماعة أبل راح تغيرها راح أستبدأها بسماعة أبل ميزة أبل والله تنسي اللي راح تكون فيها يعني أنت جايب لي أن الواير أفضل من البلوتوث لماذا ما نقول البلوتوث وأن يطور البلوتوث لدرجة أن يكون أفضل أو يواسي الواير مستحيل ما في شيء مستحيل في الدنيا شوف كيف تحولنا وصلنا كلها وصلنا لحب قلوتوث لازم دعم قوي للبلوتوث قدام ونصل حق الميزات إذا أنت ما تعرف الميزات أرجع وأقول لك مرة ثانية مش دمبي إذا عندك سماعة أبل غالية أنا كان في وجهة نظري مرة لمرة كنت أجمع أشتري سماعة بـ 1200 دولار حجبتي المواصبات اللي فيها الآن يمنزلت سماعة بالـ 550 دولار سماعة أبل بالمواصبات اللي فيها أفضل من ذيك بكثير ماتيريال الصناعة الميزات ما تنزلك سماعة فيها بس الصوت 24 ساعة جيس معاك وفيها نوز كونسوليشن هذه عدو خربط هذه ما تدري السنة جاي تنزلك ميزة فيها أيضا أنت ما رح تستفيد منها لأن جهازك ليس آيفون مثلا ما أقول لك اشترها لا تشتريها أنا أقول لك ما تصلح لك تجي ليش ما تصلح لي أنت شوف الشركات اللي تمشي معاهم أو اللي عندك الجوال واشتر لك سماعة له بعض الأشخاص يعني لدرجة أوصل لكم ما أنا لازم أقوم ما يحتاج صدقوني صدقوني أنا عندي الـ AirBots Pro أستخدمها زوجتي تستخدم الـ AirBots العادية وإلى الآن تستخدم AirBots 1 برضو عندها بالنسبة لها تكفيها ما تبي AirBots Pro بالنسبة لها غالي AirBots Pro AirBots العادية خلاص هذا احتياج الشخص هل ما تقدر تشتري تأشر وانا أشتري لها أنا أعطيها حقتي مش مش تأشر إذا تبيها بنفس الثاني يعطيها حق زوجتي مش لهذه الدرجة ما تحتاجها سماعات كل واحد واختيارة كل واحد واللي يبي تنزل سماعة ذهب ومواصفاتها والأشخاص الذين يبون ذهب تنزل سماعة فيها شي واحد وب300 دولار أنا بالنسبة لي مقصة إذا شي واحد بس فيها مثلا ما نعزعات بس وما تشبك على الجهازين ولا أشياء هذه كلها بس الأشخاص الثاني عندهم ميزة روح لها الشركات في المستقبل راح يجون وننتظر بس مسألة وقت ينزلون ستين ستيل عليهم والأمونيوم كامل ولا أشياء هذه راح يسوي النفس أبل وترطيب عقيماتها يعني شو تسوي أنت بتقول من أبل لا مش من أبل عيب اللي أنت تفكر فيه أنت تفتح لك شركة وشوف إذا الشركات اللي تمشي معاهم راح يسوي النفس أبل إذا الشركات اللي تمشي معاهم بس تسريب إن أبل بتسوي من أيربوت ستيديو نزلتها الشركة ديك بس تسريب يعني كذا ما ما يطلع الشي الشركات اللي تتمشي وراء أبل ونت تحبها وش أسوي لك هذه موصفات القطعة وهذه كل شي قالت لك أبل هذه السماعة ب 550 دولار ما جات أبل وحطت السلاح في أقراس وقالت أشترها لا أنت مخير أنت إذا جيت تنتقل السماعة هذا نقصان فيك آسف العقل يعني أي تعليق تنزل تحت والله غالية غالية بالنسب لك ما رح أرد غالية غالية بالنسب لك عادي لكن تجي وتدم وتدم في الكلام اللي أقول أنا لا هذا نقصان فيك أنت سماعة ب 550 دولار محطوطة كذا في الموقع مكتوب تحت شراء ما في مسدس أن أبي قتلك لا تدخل مخك لا أنا بيها حين بس أنا ما عندي قيمتها أدم الشركة كلها وما أشتري جوالات ما عندي قيمتهم لو جاءك واحد ثاني أنا عندي قيمتهم بس أنا أشوف أن هواوي أفضل والذي يشترون الجوالات الثانية من الشركات الثانية أغبياء في ناس وأنا عندي صور سكرينشوت وعندي أشياء لا تتوقع أني ما قدر أسوي أي شيء لعندي أشياء أنت المسخرة اللي تحطها ممكن أنت المسخرة بعقول الناس أن اللي يشترون جهزة أبل أغبياء وأبل ترسمخهم هذي ما يفهمون وجهلاء في حكامك يستخدمون جهزة أبل حكامك عرفت شلوان تاج راسك أولياء أمورك يستخدمون جهزة أبل بم أوكي نسكت من ذلك الشركة حطتها بخمسمية وخمسين دولار عندك إيربوتس صغيرة أنت بي صوت يوم قلت أنه غالي وما تعرف الميزات اللي فيها أنت بي تسمع صوت بس الفئة الثانية بمئتين وخمسين دولار غالي عندك في فئة ثالثة بمئة وعشرين دولار غالي عندك في مستخدم بسبعين وستين يصير عرض على هذا الجلي بسبعين وسبعين دولار ما بعاجبك اشتر لك سلك بعشرة دولار لا تتوقع أنه لشريت الجوال ما رح تسمع صوت منه ولازم تشتري السماعة اللي بخمسمية وخمسين دولار فيه صوت يطلع منه وكل شيء الحلول الثاني اللي موجودة هذه أكسسوريز ما يعني أو ما نقدرح نقول أكسسوريز هذه خدمات ثانية أنت اللي تبيها تشتريها ما تبيها ما يحتاج تشتريها لتسقر مخك لهذه الدرجة أوكي ارفع قدرك شوي أنت اللي تنزل نفسك ارفع قدرك وخلاص سماعة مشلي ما يحتاج تشتريها بس الأشخاص الثانية شروها خلاص ممتازين أنا ما جيت دميت واحد شراء النوت اللي ما شفت إنسان أنا ما شفت إنسان عصلا عمده لكن لو أشوف في اليوتيوب وذيني خلاص وكي شخص يشتري علي أخوي مثلا عاجبة النوت عاجبة الفولد زي مثلا سامسونج مثلا مثلا لو عاجبة هواي مثلا لو عاجبة هواي إذا أنت فاهم ذي الشي خلاص ابتعد من ذي الشي بقول إن هواوي الشركة منتحدة مع الحكومة الصينية ويتبعون المسلمين إذا أنت عندك قيرة للإسلام ابعد قيرتك من هواوي كنسل هواوي على الجنب شوف لك حب لك شركة ثانية لا تقول لي هذي أمريكا وتكفار لا تدور عيب غيرك وانتدري في اللعيب التابعة عدل نفسك البداية لا تدور شي ثاني صلح نفسك تحب شركة تمشي وتتبع المسلمين ويشوف شون يقتلون في المسلمين هناك في الصين مع الحكومة الصينية ومكشوفة ومعترفة وطلعة في الأخبار خلاص عدل ابسك البداية لا توصل لها الدرجة تحب شركة ثانية ما فيها شي حبها وجعل لك تعشقها وتتزوج واحدة من مدرائها إذا كان عندها مدراء ومدني وإذا أنت بنت تتزوجين المدير حقها وعيش معها إن شاء الله عادي ما في أي شيء في الدنيا أحنا فلوسنا عندنا وفي الجيب ومحلطين نزلت هذا الشي بشتريه يعني لو أكلمكم عن الأشياء أنا إنسان أقضي أموري في أشياء بالنسبة لك شي غبي أنا بالنسبة لي أتسلفي بالنسبة لي يعجبني يعني لن نوصل لها الدرجة أنت وطيحين يعني فيها أشخاص أجيب لكم مثال لكن آسف أني رح أقولها يعني بس لازم يعني أتكلم المرات أنا كنت أشتريه جهزة بألف دولار بألفين دولار وكنت أجمع لها كنت يعني ما أصرف الفلوس كنت يعني مثلا في الثانوي ولا في المتوسط ما كنت أشتغل لدرجة أن فهمت اللعبة وفهمت كل شي وقمت أطلع فلوس منها أنا يعني مثلا لو تشوفوا الأشياء اللي أشتريها أنا عيشتي فوق المتوسط عايش مع ناس متوسط وحيانا تحت المتوسط عايش معها معادي وكل أخوان وكل شي ما نغيي من شخص بفلوسها الناس يجون يذموني أنا أم كنت في المتوسط أو بعد المتوسط وكنت أدرس فهمت الواضع وكل شي وقمت أشتغل في البيت وأنا جالس كلها على الإنترنت فهمت كل شي أنت مش عاجبك الشي خلاص يجون الناس كلها جالس في البيت ما تطلع ما أدريش أنهم أسكت ما تكلم فجأة شريت لي لابتوب بـ 14500 ريال سعودي وأنا ما كنت أشتغل يعني الشغلة اللي أعرفه وكنت أدرس ليش تشتغل هل هو وقت أنت غابي وانت ما ديشون أنا أسكت أبتسم وامشي لكن إذا جيت انفجر الإنسان عليك هذا حبا فيك أني تكلمت كذا حبا أني أصلحك حبا أني أعلمك أنت ما تريد تتعلم بها جعلك ما تتعلم خليك على نفسك أنت بالنسب لك هذا السعر قالي وأن تحتاجه غلطان ما تحتاجه لو أنك تحتاجه كان تعرف وين تحطه في مكانه عشان تطلع قيمة أمن نحن مش بس نستهلك الشي ونقوله أنه غالي تطلع قيمة أمن أنا الحبطاف صرفت على جهاز عشت حياتي ووصلت وطلعت وتخرجت من الثانوية وساعدني في الجامعة وساعدني في كل شي ساعدني حتى فتحت الغنان لكم انت تفكر في الأشياء اللي تسويها في دنيتك وما عندك فلوس لا تدمل أشياء الثانية اللي موجودة ما عندك فلوس ستفتح اليوتيوب وتروح تقهر نفسك في أشياء موجودة وتجلس يعني الحقد اللي داخلك هذا حرام توجه السجادة حطها في رشية وصلها عند رب وتمنى أن الله يرزقك بس لا تنقهر اوه ذاك الشخص عنده ذاك غبي عندك عندك الجهاز وعندك القطعة وما ذلك شنو ما لك شغر إذا الشخص هذا شرب بفلوسه تراب هو تراب بالنسبة لأ اعتقادا داخل التراب وهذه ميزات فيه أنت بنسبة لك هذا إصراف يمكن الشخص التراب سيصنع بيت رح يصنع عمارة رح يصنع أشياء أنت ما تدري عنها لماذا توصل هذه الدرجة القطعة فيها ميزات الـ AirBots نرجع AirBots Studio فيها ميزات أفضل من السماعة الموجرين 300 دولار أفضل من السماعة هواوي التي نزلت التي فيها مانع ضجيج ومادري شنو ومادري شنو مادري نزلت مادري بكام 330 يورو أنا عارف تقيرت المجتمع عندنا هواوي قابت منزل AirBots والشركات الثانية من أبل رح نشوفها في السماعات الرأس أول كان عندنا ماير نستخدم على طبق السماعات العادية بعد أن نزلت هذا وكل الناس قاموا يمسون بهذه السماعة حين نزلت AirBots وكل شخص يقول لماذا يشتري سماعة كبيرة صرت هذه الفئة لحق شخص محدود ناس أو شخصيات محدودة دائل اللي فوق سماعة صغيرة صوت وحركات وكل شيء نمشي وشيلها فصلها طبق أخباك هذي تعلقها في رقوبتك ومدري شنهم نفس حركة البي سي يعني حني البي سي صح أنه فيه أرخص وفيه أغلى من اللابتوبات بكثير لكن إذا شريت أنت لابتوب خمسمائة دولار واحد شريت بي سي بعشر ألف دولار لن ذم يعني قيمة اللابتوب حقها هذا أو قيمة البي سي حقها يمكن بروجكتس أو أو ثلاثة يطلع قيمتها ويمكن يطلع لابتوباتك ذي لي عشر أضعاف قدام في المستقبل إذا الإنسان شرش الشيء رح يخدمه في شيء ثاني مثلت ذمها أنا بالعكس اللي عجبني قبل أنه حطها القيمة عشان تذم في الأشخاص يعني تخيل حطها 250 دولار كل من جاشها راها ولا بعرفين من دولار السماعة خلتها بـ 550 دولار توجه لحق السماعة لحق فئة معينة من الناس التطور رح يكون الحق هذه الفئة الفئات الثانية موجودة عندكم Airpots و Airpots عادية ليش توصل حق ذي الشيء ما يحتاج انت بي ما تذم غيرك حرام إحنا مسلمين إذا أنت فهم المعلومة ما تجي تتمسخر على الغير إذا أنت فهم المعلومة تجي وتفهمهم أنا إذا جي تفهمتك في الفيديو وتجي لي تحت أنت مسوي نفسك عندك أسهم عند أبل وأنت مسوي نفسك تغني لا مش مسوي نفسي عندي أسهم في أبل والله العظيم عندي أسهم في أبل ترى شي عادي ترى إحنا عشرين في عشرين إذا أنت ما عندك أسهم في شركات عالمية هذا الجهل منك أنا وصلت قطيت ذلك كل شيء قلت أشتري القطع حققته عندي أسهم عند أبل عندي أسهم عند نيو عندي أسهم ليش أرد أدد لك الأشياء هذه عندي أسهم في الشركات هنا دلتا وإيرلاينز ووجوني فلوس في الفترة منهم أنا وصلت لهذه المرحلة وقلت أطلع فلوسه وقلت أشتري الشيء وأرفع فيه وأسوي رفيوز وأستخدم لحق المونتاج وأستخدم لحق شركات ثانية وأسوي أنا احتياجي ذي الشيء وشرييته يعني مثلا لو قبل تنزل سماعة حين لحق الصمو البوك كم ولا شيء يأتي لك شخص يسمعي يقول ليش قبل منزلتها غالية ما أقدر أشتريها نرتفع أتمنى أن نرتفع السماعة نزلت ميزات الشركات الثانية كانت تتكلم بس هنا جلد كويس تجدك معك 25 ساعة هنا الأزرار وفيها مايكين وفيها سبيكر ومدريشنهم وفيها نويز كونسريشن قبل عبتلك لأشياء ذي وفوقها وفوقها أشياء ميزات ثانية وتعبت وانا أقول لكم لازم نزيد قيمتها شيء طبيعي عاجبتك شركات ثانية لا تشتري ذي وروحك للشركات ثانية عادي ما فيها شيء الآيفون غالي عندك الآيفون أرخص آيفون غالي عندك الآيفون 12 مني آيفون 12 مني غالي عندك الآيفون 11 لا أبي آيفون جديد وأبي رخيص ما نخترع لك دي الشيء خذلك الآيفون SE آيفون SE رخيص غديم لا مش غديم كم معالج اللي فيه إذ يرتينا أفضل من شركات ثانية بـ 1400 دولار يبعون جوالهم معالج أتحداك تجيب المعالج الثاني سو إخراج وسو أشياء في الألعاب وشوف الدعم لحق البرامج هنا وشوف الدعم لحق جهاز بلو في 400 دولار ولا بل في 2 دولار وتشوف القيمة أبي أشوف الشكل أفضل أبي أشوف تبين معالج أقوى أداء استخدام خذلك الآيفون معالج الجديد A32 ممتاز أبي شكل روح لأندرويد فيها أشكال حلوة معالج رخيص معالج ميدرينج ما راح يكون غالي وكل شيء موجودين لا تجمع هذه في هذه تبين تجمع جهازي أبي جهاز رخيص وبشكل رخيص ويكون دعم لحق الآي ووس خمس سنوات وإذا وصل من لحق الخمس سنوات ليش قبل ما دعمت أكثر وقبل تسرق الفلوس وما دري تسرق ناوم ذلك الأشياء لفراسك ما راح تستوي ما راح تتصنع ما تقدر تجمع مع بعض المهم ما راح يكمل خلصنا أتمنى أن نكون فهمتها وهذا رسالة لحق الأشخاص عشان يرتغون يفهمون الكلام اللي يكون موجود هنا نرتغي منه شوي إذا أنا مش محايد لأن أنا إنسان الشخص المحايد هذا غلطان ما فيه شيء في الدنيا مش محايد يحب الشركات كلها ما تيجي أنا إنسان لازم أحب شيء غير شيء أنا لازم أحب دلون أحسن من دلون أنا لازم أحب دل الشراب مثلاً بيبسي أفضل من الكوكا شيء طبيعي شيء طبيعي أنا أحب دل الشخص أفضل أكثر من دل الشخص شيء طبيعي أمنك لمحايد أنت قاعد تكذب على اللي يتابعونك أنا أحب ذي الشخص أفضل أكثر من ذي الشخص شي طبيعي أمنك لا محايد أنت قاعد تكذب على اللي يتابعونك ما في إنسان محايد إذا أنت محايد فأنت فيك شي قلط إذا أنت محايد فأنت فيك شي قلط إحنا بشر أنبياء عندهم هذا الولد حقهم يعزون أكثر من ذي الولد في قلبة الله تكلمنا وقال لنا أنبياء الله قدر نبي على نبي قدر هذا الشخص على هذا الشخص الله ما هي العقليات التي لديك لا تترى كلمة محايدة غلط أن تقولها لا تأتي بالعكس أنا تابع غنوات أندرويد لأن أعرف أن هذه الغناء هي الحق الأندرويد أأتي الحق غناء يتكلم عن iOS ويتكلم عن Android ويمدح هذا هذا ينقل بس يجب أشياء ويجب لا تستطيع أن تلم كل شي الذي يلم كل شي لا يوجد إنسان لديه كل شي لا يوجد إلا شخص يستطيع أن يسوي كل شي عزرائيل لا يوجد إلا ملك عزرائيل اللي يقدر يخلاص عشغلتها الموت وأقدر أسوي كل شي كذلك الموت كلهم البشرية والمخلوقات كلها هنموتهم ما فيه ما تقدر تسوي ذلك شي يلا ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في الغناء إذا كنت تحب Apple وإذا كنت تحب أندرويد ولكن عادي عندك أن ندم في الأندرويد أنا أدم في الأندرويد اشترك في الغناء إذا كنت متحيز وخلاص عندك يعرف أبتح الخنجر أو لا شي آسف الغناء مش لك إذا تحرق أحصابك خليك لكن لا تتوقع أني بعيد عنك فوق العشرة ألف كيلو أني ما قدر أشتكي إذا سبيتني ونسويت له شي لا تتوقع أنا إلى الآن ساكت أخاف ربي بس أنا أدري أنك جاهل وصغير مش جاهل يعني بزر لكن تقدر جاهل ونجهدين الصغير عقل وأحيانا تكون برضو جاهل في التقنية هذا شي طبيعي ما فيه إنسان 100% في التقنية أنا بعض الأشياء في التقنية أجهلها شي طبيعي أنا متخصص في ذلك أجهل الشركات الثانية شي طبيعي لكن أحب مثلا أندرويد أعلي يحب الأندرويد أخوي هذا عايش معه ونحب بعض وكل شي يقول لي عن الشركة هذه وقل هذه ما فيها شي ليش نسكر مخلع هذه الدرجة ارتقي شوف لك شي ثاني في الدنيا ابتعد عن الحقد والتعصب الكروي ابتعد عن حبد النادي وحبد النادي ترى كلمة تمشي سنين كلمة تصير أكثر وإذا إن شاء الله تطيح أبل إن شاء الله تطيح أبل من قبل عشر سنوات تقولون إن شاء الله تسكر أبل يلا يا رب إن شاء الله تطيح أبل وتشوف تطلع ديلي المطبلين حق أبل يطلعون ما دريش يسوون ما دريش يقول مهم إنه خلاص تصير نفس نوكي أبل تروح إن شاء الله عادي شركة أنا شاريها بفلوسي أنا أشتري بفلوسي عادي أنا أصرف على الجهزة غيري أصرف على أشياء ثانية غيري ما عنده فلوس الله يرزقه بس إذا حطت الحق الداخل على الغير ما ليه شغل في الكتابة اللي في قلبه الله ما رح يرزقه هذا مستوى كده ينحط أنا عرف شخص علاقتي معاه خوية جدا جدا قبل سنتين تقريبا شارع آيفون سيكس سيكس دهب ما قلت له أنت غبي ما قلت له الدهب حرام دينه مش إسلام وحتى لو إنه دينه إسلام بس رح أذكرنا الدهب مثلا أنت كأنسا ما تستحكم لكن شارع الدهبي بي وهو شخص تغني يدري أن السيكس أصلا خلاص ذلك الفترة آخر سنة لتقريبا يعني خلاص أصلا يمشي وطيح السيكس يبي رح أقول له أنت ربي أنت تشتري جهاز مواصبات غبية أنت تقدر تشتري لأيفون 10 بذلك المواصبات أحسن من لأيفون 6 اللي عندك ومانتشنو ليش أقول لك هذا يعرف مواصبات لأيفون 10 عند عيونه عنده كتاب ويعرف المواصبات أصلا الموجودة فيه وعندي الجهاز لأيفون 10 وشوف المواصبات ويدري أن الجهاز هذا أرخص من هذا يعني يقدر يشتري لأيفون 10 بفضل من لأيفون 6 اللي عنده لا والله أنا أبي لأيفون 6 وذهب وفيه مدري جوري المحطوط عنه دايموند مدري شنه ذيك القيمة كاميرته غبية معالجة خلاص يعني كاميرته كانت ممتازة لذيك الفترة غبية الآن ليش تشتريه مواصباته مش كويسة الجهاز يصرف بطارية الشاشة هنا أفضل في لأيفون 10 فيه الفيس اي دي هذاك فيه الفينجر برنت والفرس جنريشن غريبة نيه ليش تروح لأيفون الجهاز البازل اللي فيه ومادري شنه بس يبي هذه كل الشيء قلتها في قلبي واستخدام شخص يبي وخلاص نسكر ونمشي فيه شركة تصنع هذه الأجهزة لحق فئة معين من الناس يبونا ما نقدر نقول لهم لا الدنيا تمشي كذا أنا علم وصفات بس ما أجبرة ولا أسبة ولا أقول لأنت فيك وفيك وفيك عشان أنك شريت زي كذا ولا أنك يغبي ومادري شنه فيه فئة من ناس يحبون ذي الشيء تمشي الدنيا المهم لأشخاص اللي عجبتهم السماعة واللي يشوفون التغنيين اللي يعرفون أن الميزات اللي موجود فيها في السماعة نفسها يعني تستاهل السعر فلا تنسوني اشتراك في حسابي ستناب تشات وكتبني تحفظة لغات إذا عجبتكم السماعة ولا لا ولا تنسوني من فاضل دعاكم والسلام عليكم